نزلت أكثر من ألف سيدة سودانية إلى الشوارع لتنديد بظاهرة اغتصاب النساء بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها بلاغة حول أعمال عنف جنسي وقعت خلال التظاهرات الحاشدة المنظمة بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ويبدو أن القوات الأمنية وفصائلها شبه العسكرية لم تكتفي بإطلاق الدخيرة الحية نسترد جميع حقوقنا الضايا من سنين منذ عهد الإنغاز نحن في الاختصابات نحن في النزوح نحن عايزين نسترد حقنا كامل ولكن نحن ما نسترد إلا نختلع هؤلاء القتلة وخرجت تظاهرات في العاصمة الخرطوم وفي مدن أخرى أبرزها كردوفان والنيل الأزرق جنوب البلاد وشارك نحو 1500 شخص غليبيتهم من النساء في وقفة احتجاجية وقيمت في أم درمان شمال غرب الخرطوم الخميس